بربي فما قوسين حب نحلو منستغل حضورك محمد فما اليوم هجمة كبيرة على الفنين اللبناني راغب علامة بسبب حضوره اخر مرة غنى في تونس فما اللي قال على حكاية الفلوس وفما زاد اللي هبط حوار لراغب علامة يقولوا مع فرانس 24 قال فيه كلم مش حلو على تونس ذم فيه رجال تونس وانسي تونس نقول لكم راولي كلم هيدا مش صحيح عارين من السحة ما فماشي الحوار هيدا واللي عملوه ناس تحب تشوه راغب علامة اللي يحب برشة تونس واللي من اول بداياته ظهر اللي من اول مسيرته دي ما يغني في تونس وعنده محبة سبيسيال للناس الجمهوره التونسي وكننا نحكينا عليه زيدا محمد انا بدينا من نستغرب وصعيب شوية راغب حبو ننكره كريير كبير معناه هو هو اللي سول في اللي جينا قاسيه متاعه ليقعد وكما كنا نحكيه قعد خاطره بارشوه متاعه وغنياته وكريير وانه ما يدخلش في اثنية تذي وم بش يعمل عدوات انا نستبعد بارشة بصراحة انا تقابلنا مرة في باريز انا ويها فولا وقعدنا وعملنا قاهو وحسيت فيه فنان محترم بصراح معناها وكريير وهذا ونجاح وراه كما قلت وانه ما نصورش بش يعمل انتريجيمي هاتبل بيزا ذي بصراحة اشتركوا في القناة